اشتركوا في القناة وَبِنَا إِلَيْكَ فَاقَةٌ فَمَا كَانَ مِنَّا مِنْ تَقْصِيرٍ فَجْبُرْهُ بِسِعَةِ عَفُوِكَ وَتَجَاوَزَ عَنْهُ بِفَضْلِ رَحْمَتِكَ وَاقْبَلْ مِنَّا مَا كَانَ صَالِحًا وَأَصْلِحْ مِنَّا مَا كَانَ فَاسِدًا فَإِنَّهُ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتِ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتِ إِلَيْكَ نَشْكُو ضَعْفَ قُوَّتِنَا وَقِلَّةَ حِيلَتِنَا فَنِعْمَ الْمَشْكُو إِلَيْهِ أَنْتِ فَارْحَمْ ضَعْفَنَا وَتَضَرُّعَنَا وَنَسْأَلُكَ سُبْحَانَكَ الْكَرِيمُ الْمَنَّانَ أَنْ تُخَلِّصَنَا وَتُخْلِصَ بِنَا وَتَكْفِنَا وَتَكْفِيَ بِنَا وَأَنْ تُعَافِيَنَا مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا اللهم صلي على محمد وآل محمد جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعتنا زي ما حكينا اليوم الجمعة القمر موجود في منزلة المقدم وهي المنزلة للخير والثبات والسلام والمحبة يعني ضايلها تقريبا أربع ساعات من موعد بثل حلقة اللي هو مساء يوم الخميس بعدين القمر رح ينتقل لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإطلاف والتفريق والضرر هاي المنزلة رح يظل القمر موجود فيها طيلة نهار يوم الجمعة طبعا القمر بما انه موجود في برج الحوت طيلة النهار فتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة منشعر بالضياع وما مننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير ومنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم وبينزو جانبا وبيضرفوا الدمع بعيدا عن أعين الآخرين وقسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة منقع في حبائل الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء آل التصوير بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا عنها ثلاث زوايا بطيئة مش ذروتهم يعني اتصالاتهم وعنها ذروة زاوية اليوم مع عطارد أما بالنسبة للزاوية الأولى فهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون وحكينا أن هاي تأثيراتها لغاية يوم 22 عشرة بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغدائي أو الأمور اللي إلها علاقة بالبرد المعاوي أو الأمور اللي إلها علاقة بالإسهال بالاستفراغ بالأمور هاي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا أنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنهم ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ وبتدل هاي الفترة على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو الناقلات مثل ناقلات البترول أو أمور إلها علاقة بالنفط أو الأمور السائلة كارتفاع أسعار وهبوط أسعار أو حرائق أو اضطرابات في قطاع الصناعة والصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبي المنفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وحكينا تأثيراتها لغاية يوم 16-11 منصبح من دفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث في السك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة واللي اليوم ذروتها هي زاوية التثليت الإيجابية بين عطارد وبين بلوتو وحكينا إلها ذروتين الذروة الأولى كانت يوم 27-9 الذروة الثانية هي اليوم اللي هو 17 في تمام الساعة ثلاثة وأربع وخمسين دقيقة صباحاً من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينيج طبعاً هذه الزاوية رح تستمر لغاية يوم 19 وبعدين بانتهي تأثيرها بتزيد من حد الدهنة والحدث والنقد بتمنحنا حبل العدالة والاهتمام بالأمور الغامضة وبتساعدنا في تنظيم أعمالنا وإنجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة أما بالنسبة للزوايا البطيئة طبعاً السريعة قصدي مع القمر في عنا زاوية وحيدة اليوم عشان هيك أغلب الوقت تأثير القمر بيكون إما بزوايا من زوايا يوم أمس ولكن في فترة ما بين ساعات الصباح لغاية ساعات الظهيرة هاي فترة نسميها القمر المحترك لأنه ما بيشكل أي زوايا فبتنزل شوي سعوته بصير منتحة فأول الزاوية هاي اللي بنا نحكي عنها هي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون دروتها الساعة سبعة وأربعة وثلاثين دقيقة مساء من مساء يوم الجمعة بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع تجاه البعض كذلك طبعا تأثيرات هاي زاوية من ساعات ما بعد الظهر الظهر يوم الجمعة وبتستمر لغاية ساعات صباح يوم السبت بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية اليوم القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية وهرمون الأندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألام لأنه نشعر بالألام أكثر من المعتاد وهرمون الميتالونين وهو هرمون مساعد على النوم عشان هيك بالفترة هاي بصير فيه قرق أو أرق أو قلة نوم أو كوابيس أو حتى عدم النوم لبعض الأشخاص بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل ولكن ما زالت الأجواء غير مناسبة لعمليات التجميل جيدة للحقن جيدة لأمور البشرة ولكن الجراحة أو الإبر التجميلية يعني شوي أنا بنصح ليوم السبت أفضل من اليوم بالنسبة له إزالة الشعر الزائد لا يصلح هذا اليوم يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الحوت فطبعا هو رح يطل لغاية يوم السبت ثمانية عشرة في تمام الساعة 11 و 10 دقائق ظهرا بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 3 و 56 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر المحدب عمره 12 يوم في تمام الساعة 2 و 59 دقيقة عصرا بيصير عمره 13 يوم نسبة الإضاءة بتصير 88% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم 23 عشرة طبعا هو أي سعيد الآن بنسبة 85% ولكن في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة إلى 100% القمر في الحوت حتى يوم 18 هو الآن سعيد بنسبة 15% في ساعات الصباح بيصير سعيد بنسبة 30% ولكن في ساعات الظهر لأنه بيصير قمر محترق بيصير منتحس بنسبة 35% في ساعات المساء بترتفع نسبة النحوسة لغاية 60% عطارد في العذراء حتى يوم 10 عشرة منتحس بنسبة 40% الآن ولكن في ساعات الصباح بيصير منتحس بنسبة 60% الزهرة في الميزان حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 10% في ساعات المساء المتأخرة بيصير سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30 عشرة سعيد بنسبة 15% المشتري في الحمل بيتراجع حتى يوم 28 عشرة منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم 23 عشرة منتحس بنسبة 40% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22 عشرة منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 24 عشرة منتحس بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 18 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتشعروا بالتعب بنائل منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري وحاولوا أنكم تخلدوا للراحة من وقت لآخر تعتبروا أنتم الآن في أضعف وأقل أيام الشهر حضاً لأن القمر صار موجود في بيت متاعبكم فما تراهنوا على الحضوض أبداً وحاولوا أنكم ما تحسموا أي أمر بتميلوا للهدوء والبعد عن الصخب يتوقعوا أنه يكون فيه نوع من أنواع الفوضى أو التأخير أو الخسارة واللي بيوعدكم بشيء اليوم ما رح يوفي بوعده برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون منهم بوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة أحدهم حاولوا أنكم تطلبوا المساعدة وما تترددوا بتقديم المساعدة طبعاً اليوم فيه نوع من أنواع التحالف مع الزملاء، مع الأصدقاء، مع الجيران أهم شيء أنكم ما تبقوا وحدين وحاولوا أنكم تنشطوا اجتماعياً وما بين معارفكم في منكم رح يتوجه له دعوة لحضور حفل أو مناسبة أو يسعد من لقاء بعض الأصدقاء أو اتصالاتهم وانت بطبيعتك حاول أنك تخرج للقاء الناس برج الجوزاء بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظة على إنجازاتكم القائمة وبتكثر المسؤوليات وبتشعروا ببعض الاضطراب ممكن تعيش فترة يعني تعتبر فترة امتحان أو ضغط في حياتك اليومية أهم شيء أنك ما تراهن أو ما تكون مهمل ما تراهن على الحضوظ وما تكون مهمل فيها لأنه شوي الأجواء ما زالت بما أنه هذا البيت العاشر بيت السمعة فحاول قدر الإمكان أنك تحافظ على سمعتك بدون أي مشاكل برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هذا اليوم رح تنشطوا بشكل كبير بالاتصالات والحوارات والتعامل مع أشخاص أجانب أو خارج البلاد وبتنجحوا في أمور الهلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهم شيء أنه ما ترتجلوا أي عمل وما تستخفوا بالواجبات لأن الأضواء مسلطة عليكم وحاولوا أنكم تكونوا جاهزين لتحمل المسئولية وتعتبر هاي فترة مهمة جدا ممكن تنشغلوا أو بعضكم ينشغل بملفات أو بأوراق لها علاقة إما بسفر أو بقضايا قانونية برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالي المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة إلى الرعاية حاضروا إهمال نقاط إدارية أو قانونية أنتوا اليوم بحاجة إلى استشارة ذوي الخبرة ممكن اليوم تعالجوا أمور مالية أو إرثية أو موضوع قرض أو موضوع بنك أو تنشغلوا في تخليص معاملات رسمية أهم شيء أنه من كثرة الضغوط أو من كثرة الإنشغال حاولوا أنكم ما تتذمروا برج العذراء بالنسبة لما أوليد برج العذراء طبعا بتتركز جهودكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا يوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل والعاطفة وتعتبر هاي فترة فيها نوع من أنواع الصعوبة لأن القمر مقابلك تماما فممكن اتعرضك لمواجهة قانونية أو عاطفية فعشان هيك بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر وحذروا من المشاكل على أنواعها لأنه أنت الحلقة الأضعف خلال هذا اليوم وتعتبر هاي فترة من أصعب أيام الشهر برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيبدأ العمل بالتراكم لديكم عشان هيك بتكونوا تحاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم يعتبر هذا يوم مناسب لممارسة نشاط بدني أهم شي إنك ما تشتكي من بعض الأمور لأنه ممكن تشتكي اليوم من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط أو تشتكي من الأعمال اللي أنت ملتزم فيها أهم شي إنك ما تأجل عملك حتى ما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحية واطلب المساعدة من الزملاء إذا دعت الحاجة تعتبر هاي فترة مهمة جدا فعشان هيك حاول إنك تهتم بسلامتك الجسدية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتجتازه بصورة عمي يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواية وبدعوك للإبكار لنشاطاتك وعدم التلكؤ لأن هذا يوم إيجابي داعم بقوة فلازم تستغله بكل طاقتك حاول إنك تحضر بشكل جيد لأعمالك وما ترتجل ممكن اليوم تطلق مشاريع جديدة أو فكرة جديدة أو تتلقى إجابات أو إشارات مهمة فابتسم لأن الحظ رح يكون لجنبك أهم شي إنه ما تدخل بأي مواجهة مع الأحبة برج القوس بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية حاول إنك تلطفوا الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد في شيء رح يشجعك اليوم على تكرار المحاولات بترتفع نسبة الحظوظ بشكل كبير ولكن ممكن تظهر بعض النقاشات أو الحوارات العائلية أو مشكلة عائلية يعني تلفت انتباهك تطلب منك إنك تبذل جهد لحلها مش تكون عدائي فيها برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات التنقلات ويعتبر هذا يوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة بتقدروا اليوم تعززوا العلاقة مع الإخوة مع الجيران وتعتبر هاي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات بتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن اليوم تقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب طاقتك عالي جدا فلازم تستغلها بشكل إيجابي برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم ممكن تحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم ومنكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أو أموال بتيجي من عمل إضافي ابحثوا عن وسيلة أفضل لتحسين وضع مالي ما بتستعيد الثقة بنفسك ولكن حاذر من المبالغة بمصاريفك وعطاءاتك لأنه ممكن تظهر مصاريف غير متوقعة وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع برج الحوت بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع ممكن اليوم تعززوا معنوياتكم من جديد وتتحمسوا للمبادرة ولا إدخال تعديلات على حياتكم تعتبر هاي فترة يعني بداية حافلة بالنشاطات بتنتظرك خلال هذا اليوم مفاجأة أو خبر سار أو استعداد لورشة جديدة تعتبر أنت بدأت في فترة قوية جدا وتعتبر من أفضل أيام الشهر هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء